إلى متى؟ إلى متى وأنت في هذه الحالة المجرية؟ على مهلك ما هذه القسوة؟ ولماذا هذه القيود؟ أجبني أصمت دعنا نرى لائحة الاتهام لهذا اليوم لهذا اليوم أخرت صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس تنمرت على جملائك في المدرسة رفضت تناول الغذاء التي طبخته والدتك كفى وماذا أيضا؟ كفى أرجوك لا تكمل ألا تخاف الله؟ بلى ولكني لست إلا فتى وإن الله غفور الرحيم وخير الساترين على عباده ألا تخجل من نبيك؟ ألا تخجل من أهل بيته؟ ألا تعلم بأن عمالك تعرض عليهم؟ هم سفن النجاة من المؤكد أنهم سيشفعون لي يوم القيامة سوف أدخل الجنة حتماً لأني من شيعة أمير المؤمنين هل أنت متأكد؟ بلى بكل تأكيد حسناً سنرى ذلك فليتفضل الشاهد الأول هل لا عرفت عن نفسك؟ أنا شاؤل من أكابر أحبار بني إسرائيل إذن أنتم من قال الله عز وجل فيكم يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أجل أنا من شعب الله المختار لكن هذا كان فيما مضى فلقد استبدل الله بكم أيها المسلمون حيث كنتم خير أمة أخرجت للناس ماذا قلت؟ ولماذا استبدلكم الله؟ ماذا فعلتا؟ آه لقد كنا نرتكب المعصية تلو المعصية وكنا نقول نحن أبناء الله وأحباؤه سيغفر لنا وكنا نقول لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ آه الواضيعتاه لقد ظلمنا أنفسنا هل اكتفيت من هذه الموعظة؟ بلى بلى ألم تسمع ما قاله؟ نحن المسلمون خير أمة أخرجت للناس نحن في الجنة أنت لم تفهم بعد فليتفضل الشاهد الثاني السلام عليكم وعليك السلام هل لا عرفت عن نفسك أيها الشاهد؟ أنا جابر بن عبد الله الأنصاري من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله أكرمني الله بأن مد لي في عمري حتى أدركت الإمام الباقر عليه السلام طوبى لمثلك يا سيدي أنت في الجنة لا محالة لا تجزم على الله يا فتاة وكيف ذلك؟ أليس الشيعة من أهل الجنة؟ بلى ولكن ليس التشيع أسماً ندعيه ولا لقلق باللسان وإنما عمل نعمل به وكيف ذلك؟ لم أفهم لقد قال لي الإمام الباقر عليه السلام يا جابر أيكتفي من ينتح للتشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه ولكن أهل البيت شفعاؤنا إلى الله نعم يا بني من شفعاؤنا والوسيلة إلى الله تبارك وتعالى ولكن قال الإمام الباقر عليه السلام والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة وما معنا براء من النار ولا على الله لأحد من حجه من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو ولا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع وكيف السبيل الورع يا سيدي وهذه الدنيا تعجب المغريات وليس هناك معين على التقوى عليك بهذا الضمير يا بني فليكن رفيقك في كل حين وأي رفيق هذا ألا تراه يقسو عليه ويعاتبني على كل كبيرة وصغيرة أنا معينك على نفسك أنا الواعظ من نفسك أتقبلني رفيقاً لك بلا بلا بكل تأكير ابتهج يا بني ابتهج فهذا نعمة من الله عليك لقد قال الإمام الباقر عليه السلام من لم يجعل الله له من نفسه واعظاً فإنما واعظ الناس لن تغني عنه شيئاً وقال رسول الله صلى الله عليه وآله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ولذكره صلوا عليه وآله